سوف تراجعون بصفة لارة بيضين وصفل وكوغ حليب بدون نمش بدون كلاف بدون تسبوغات لديكم الحل وحيث تراجعون بالخلد مائدة الملون ومكون السحري اشتركوا الى اللقاء سوف تراجعون بالنسبة للم ومشهور ومشهور يجب أن نجد مناسب وكي يبيض المناطق الحساسة أول مرة سأشاركت معكم بامال دوفوة سأتحدث لكم عليها تتكلم سأتحدث عن علاج بارتي انتيم خصوصا في الساواد و الكحولية رضا قبط له وعرف أنه أكيد فاني دي الألم الرأس و دي الصداع و دي يعني كي حيد الكستخاسي تسوي لكن إحنا من غير هاد المشاكي الكاملة اللي عافية أنه كيعالجها وصراحة منذ أول استخدام بغينا إحنا نعالج بها أشياء كبرى لأنه السواد ولا ليتاش ولا التبرقية ولا الرائحة غير مستحبة وما مشاكل كبرى نحن نساء على الرأس فأكيد بغينا شي حاجة اللي يزوينا و إفيكاس والحمد لله دولي بران يعني الفعالية ديالو لقينها الحمد لله وكيناو حاضرة لبنسبة للصداع و لبنسبة كذلك لعلاج السواد و لعلاج تسببغات فاليوم إن شاء الله سنستخدمو هاد الفاني ذهدا ديال دولي بران لعلاج جميع مشاكل الوجه و الجسم لأنني أنا شخصيا كنديرو تلك الوجهي ما كنديروش غال الجسم ديالي بعض النات يقول ليه في تعليقات وش كديري غال غال الوجه ديالك وكديري حتى اللوكوغ ديالك لابناءات كنديرو اللوكوغ وكنديرو الوجهي يعني كنديرو الجسم ديالي ووجه ديالي و الحمد لله ما كسب ليتاشي مشكل بالنسبة الثاني مكوين اللي هو الخل ديال المائدة الملون عندي هاد النوعية هاد صراحة زوينة افيكاس كتعالج تسبوغة تعالج لاتخاس مهم تعالج الحبوب تعالج جميع المشاكل معروف هاد الخل هاد ديال مائدة الملون بالفوائد ديالو ممكن دير حشي نوعي اخرات الخل مثلا خل تفاح او خل البيض او خل الحامض او خل المائدة الملون لانه كما جربت لها غوصات كما جيت شاركتها معاكم مازيت الحمد لله من قصت فيها المهم ده با غادي نمرو باش نتعرفو على المكوينات التانوية لانه من غير دوليب خان كمكوين اساسي ومن غير كذلك الخل ديال المائدة الملون خسنا زيدوش مكوينات خرا لكذلك يساعدونا في علاج التبرقية والسواد غادي نستخدمو ان شاء الله مكوينات تانوية بالمناسبة بالنسبة لدوليب خان فانا عندي الحجم الكبير هو هذا وليكم غير حبات ديالو بالنسبة الناس مثلا لما كيستخدموه غير مرة مرة فالحبيبات ديالو هما هادو كيجو هكذا يا صراحة ما كيخطانيش لانه مرة مرة كدرني راسي الصراحة خصوصا فضل الفترة هادي اه يعني الانسان والتي دروا راسوب بزاف والتي تستريسه بزاف اكترة الخدمة حتى هي للاسف كتسبب شو ديال الارهاق والتعب ولكن حبه وحده منه الصراحة كتحيد لك هدوك المشاكيل كاملة وزائد حبه وحده تديري بشي وصفة والله العظيم اللي ترجعي بالله لكاتشخشقي الناس اللي معمرهم جربو ما تحكمو ما تخلوش يتعليق حتى تجربو يعني مرحبا بجميع لكومنتيغ ديالكم ولكن البنات انا كان بريكم تجربو عا تحكمو من بعد ما تجربي خلي التعليق اللي بغيتير مثلا مسحت شي كومنتيغ تنخلي حتى انتقادات غير من اجل انتقادات تنخلي التعليقات السلبية والايجابية يعني كما خليتي تعليق ديالك را غدي يبقى ما كانش اللي غدي يحيدو لك ان شاء الله وبالنسبة المكونات الثانوية اللي غدي نحتاجو فغادي تحتاجوا معي ان شاء الله الاروز باودر الاروز من بين المكونات المعجزة من بين المكونات اللي ما تخطونيش في البيت نهائيا يعني ديما عندي الروز هكدا كنسخدمو في ادة وصفة الطبيعية الصراحة كل فوائد وكل مزايات بارك الله كذلك البنات غدي تحتاجوا معي كمية من زرعة الكتان إلى عندك حتى التجاعيد يعالجهم لك يعني الناس اولى البنات اللي يعانوا من تجاعيد ارى زرعة الكتان ضقب طلال العلاج ليتخاص وكذلك حتى التجاعيد وكتشد البشرة هي معروفة زرعة الكتان بالمنافع ديالها كذلك البنات ستحتاجوا معي الطلق ديال الوليدات الصغار هنا عندي البنات هاد النوعية ديال الطلق وكذلك أرخص طلق وأحسن طلق لأنه زوين بزاف ولكمية دياله معقولة وكذلك تعملها كذلك الوليدات ديالك الصغار وكذلك كان معروفة أنا يحناك أكبر لأنه كيعالجين حتى ريحة العرق يعني البنات اللي تعانوا من ريحة العرق يديروا لي الطلق راه دقة بطلع علاج جميع العيوب وجميع المشاكل المهم كما قلنا البنات عدنا الخل ديال الملون عدنا دوليبخان عدنا وسيل بنات الطلق عدنا الروز وعدنا زرعة الكتان في المجموع البنات عندي هنا خمسة ديال مكونات أو خمسة بليتو ديالعناسر فقط يعني خمسة ديالعناسر والله مبارك يعني راه مكونات ليهما مزيانين مكونات لي الحمد لله يعني كم يدينهم عقولة فدبا غاد ينمروا غير لطريقة التحضير يعني بزركم كتشلوني على يعني الطريقة ديال تحضيرها بالوصفة كيفاش نديروه فمرحبا البناس غاد ينشارك معاكم كل شي أول حاجة اللي خاصكم تديروها هي تاخدوا بعدها حبة ديال دولي بخان او لجوج ولا ثلاثة ولا أربعة شوف ينتيوا المشاكل اللي عندك اللي عندك مشاكل كتار كبار بززف دير كتار من حبة هنا نطحنت غير تقريبا 1-3 حبات تحنتهم كدائي في الخلط الكهربائي ماشي تحنتهم يعني بالمهرز كدائي تتحنوا في الخلط الكهربائي من بعد البناس ما طحنتهم هذا هو الشكل ديالهم هوا يعني تقريبا نديروها جوج مع العرقات غادي تزيدي الفاودر ديال الأطفال وكتريته هي من هاي اللي عندك رحة العرق كتيرة أنا خصوصا كنتكلم على المراهقات لأنه المراهقات ديمتي يسولوني في تعليقات يقولوا يالله يتكسحة وختي الهم رحنا عينة من نعالجوا فرحة العرق عينة من ناخدوا لديو دورو عينة من جيبوا لبخفة يعني عينة من الكريمات لكيد بتبع وجازي لعلاج جائحة العرق ولكن هادشي كامل كان نخسروه وكان نفقه بلت شي من فاعة وبلت شي نتيجة أعفك الله يعطيك صحاتين ايش حاجة زوينا وصراحة لبنات مكينش حسن هاد الالم والتي الوصفة اللي غترحموني عليها والله القسم الى اي وحدة جربتها غادي تشكرني وغادي ترحمني عليها يالله غير جربوها وردو عليها المهم قلنا الطلق يعني الطلق ديال اللي بي بي ولدات صغار اي ماركة ممكن تاخديها كذلك البنات قلنا غادي تحتاجوا معايا ان شاء الله كمية من دولي بخان وغادي نضيف دابة كمية من زرعة الكتان انا لما عندكمش تجاعد ضيفو غير كمية قليلة عندك تجاعد كتري من زرعة الكتان يعني كل حاجة كتري منها على حسب المشكلة اللي عندك مثلا عندك رحة العرق كتيرة كتري من طلق عندك سواد كتير كتري من يعني الروز وكتري من دولي بخان وهكذا شوفينت يا عينك ميزانك اول حاجة دابة غادي نبدا نجمع يعني غادي نجمع هاد العناسر هادو ما بادي ايشوا اتحسن منطفين غادي خلط المكونات ثم نزيد الخل لأن الوصفة أحسس بها عقدة نوعا مسائلة نضيف الكمية نضيف ثم نضيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كذلك البودرة الأطفال كذلك كمية من الأروز باودر بالمناسبة للبنات فأنا مازالي ما ضفت شاي الروز هانتوما غادي نضيف منه كمية ذابة لأنني نسيتو فضفت جوج معالق ديما تأكدوا من المكونات في اللخر وش ضفتهم يعني بقواوا تحسبوا جميع المكونات وشوفوا وش ضفتهم ولا لا لأنه بعض المرات كانت ناسا وليلأسف شي مكوين حتى أنا كتوقع لي الصراحة سوى معاكم في الفيديو سوى غير بوحدتي فاش كنكون كنخلطش وصفه بعد المرات زربانة بغا ننساوب لاغوسيت وننطبقها ولكن للأسف كانت ناسا شي مكوين حتى الأخير عاد كانت تفكروا أولا ممكن مني كان بدا نحسب في المجموعة المكونات ش حال ضفت كان نعرف بالله ما ضفت ش مكوين معين وكان نضيفه وكان صلح الملس الآلاديك السعب لما نطبقها بلا ذاك المكوين نحن نعود ثاني نرجع ندير في هذاك المكوين بشكل سعيدك النتيجة اللي بغيتي المهم هذا هو القوام ديالها قوام ما شاء الله كي يحمق وكي يهب لي البنات شو ما قوام عاقد فبعد ما كتوجد كتبقها لي على أي منطقة بغيتي كتخلي حتى تجف أو حتى تنشف تماما المدة ديال باش تنشف لك يعني شها كتاخد لك تقريبا تلوقت كتاخد لكم البنات ما بين 15 إلى 20 دقيقة ماكسيموم إن فو كتنشف لك فكتغسلي المنطقة وكتعودي تدهنيها ولا ترتبيها بأي كريم بأي مورطي ببغيتي وهكذا بصحة ورحة البنات والله القاسميلا كما قلت لكم من أحسن الوصفات ومن أحسن مجر الربز لعلاج السواد لعلاج تسبوغات لعلاج يعني لطاش لعلاج تبرقعة بشدة أنواعه وأشكاله التجاعد يعني الترهولات يعني كل شي لبنات وكذلك كرة تشد وكتعالج ريحة العرق أهم حاجة المراهقات ولينا حتى النساء لأنه ريحة العرق سبارك الله هذا الصيف ما كان غير ريحة العرق يعني غير نفو كنتحركوا شوية كذلك كذلك تفهمنا ذيك الريحة العرق وحنا ما كان بغيواش فعليكم بهذا الوصفة وهي بجوجي المكونات دولي بخان والخمت من يربيتكم النات الاستحسان ديلكم ولكن ببليز غزالتي فارقوا وهبطوا تحت وفجروا لي لفيديو باللايكات اشتركوا في القناة فعلوا زي الجرس خروجنا تعليقات والاقتراحات والاستفسارات والتحييي لكم خاصة وانتلقى معكم في فيديوهات مقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة